التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة سيد بريتا ماجاركي منصق الشرق الأوسط والشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء منقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعيتها الإنسانية بالغة الصعوبة وكذلك الجهود المفذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة السيد بريت ماك جوريك منصق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعيتها الإنسانية بالغة الصعوبة كذلك الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة